يوميا ترتكب إسرائيل في حق الفلسطينيين في قطاع غزة مجازر وجرائم بالجملة وكلما شاهدنا شيئا منها قلنا لعل هذا أبشع ما تراه العين البشرية لكن إسرائيل لا تفشل في مفاجأة العالم بتخطيها كل الحدود وارتكابها جرائم يقف اللساء حقيقة صامتا أمام هول بشاعتها مجمع ناصر الطبي في خان يونس كان شاهدا على واحدة من أحدث الجرائم المروعة التي تعكس الوحشية الحقيقية لهذا الاحتلال هذا الشاب في الصورة هنا كان معتقلا لدى الاحتلال الإسرائيلي وقرر جنود الاحتلال إجباره وهو مكبر اليدين على الذهاب إلى المجمع الطبي لإقناع الموجودين فيه بإخلائه على أن يعود سالما تم تهديده بقتل أحد أفراد عائلته المعتقل لديهم وكما نرى هنا ظهر الشاب في المقطع المصور من داخل المستشفى وهو يتحدث مع المحاصرين هناك وعلامات الخوف تبدو واضحة على وجهه لا يمكن أن تخطئها عين مقطع الفيديو الذي شاهدناه للشاب كان للحظاته الأخيرة للأسف فالاحتلال الإسرائيلي أطلق عليه ثلاث رصاصات في طريق عودته من المستشفى ليرتقي شهيدا وألقى الجنود جثمانه بجوار المستشفى وبسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمكان سحبت مجموعة من الأشخاص جثمانه بعد الشهيد وحفرت قبرا داخل حديقة المجمع ودفنته هناك بش فيها يا شباب شهيد فيها شباب قلوبه مضعيفة بشعة ما فعله جنود الاحتلال الإسرائيلي مع الشاب أشعل منصات التواصل الاجتماعي غضبا هنا يقول المدون سعد إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين في غزة لم تحدث في تاريخ البشرية أما آنلي فتقول إنها لم تعد قادرة على تخيل الشر الذي يتنفسه الصهاينة وتتابع يحدث هذا كله بعد أيام من قرار محكمة العد الدولية ليؤكد للعالم مرة أخرى أن القانون إنما خلق ليطبق على الضعيف هم فوقه وفوقه وفوقه تقول بينما يرى المدون محمد أن ما حدث للشاب هو واصمة عار على العالم أجمع جدير بالذكر مشاهدين أن ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب عشرة آخرون بنيران قناص الاحتلال في مجمع ناصر الطبي منذ ظهر يوم الثلاثاء وفقا لما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ترجمة نانسي قنقر